بمعلاقة من الفازلين هتخلي غدودك منفوخة ومدورة وبشرتك بيضة زي الاشطا وهتديك تسمينة حلوة للوجه وهتخلي وشك زي البدر المنور وزي طبق البنور وصفة قوية بالفازلين لتسمين الوجه ونفخ الخدود في 3 ايام فقط هتخلي غدودك منفوخة ومدورة والنتائج فعالة من اول استعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بخواتي وحبايبي عاملين ايه يا رب كون لكم تكونوا بخير معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا النهاردة جايبالك وصفة الفازلين السحرية لتسمين الوجه ونفخ الخدود هتخلي غدودك منفوخة ومدورة هتخلي وشك زي طبق البنور عايز اقولك الوصفة دي نتائجها فعالة جدا في يومين 3 بالكتير هتلاحظي نتائج هيلة جدا هتديك النتائج النهائية وهتخلي وشك كمان خالي من التجعيد خالي من السواد بتدي ترتيب عميك بتدي تفتيح حلوة اول البشرة قبل ما ابدأ وصفتي لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش ضغطي على زر الاشراك وتفعالي جارشان ينسلك مني كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس امر اول حاجة بقى يا ست الكل معايا وهو الفازلين عايز اقولك الخلطة بتاعت الفازلين النهاردة هتديك تسمينة حلوة اول لوجهك وكمان هتنفخ عندك خدودك لكن انا محتاجة منك نوع فازلين حلوي يعني نوع يكون جل فازلين كده بيور يكون نوعية كويسة لان كلما هيكون نوع الفازلين اللي انت هتستخدمي في الوصفة اللي معايا كويس كلما هيكون الوصفة تجيب معاك نتائج في خلال ايام بسيطة وكمان نتائج حلوة اوي كمان في الترتيب وفي شد التجعيد وفي ازالة نحافة الوجه هناخد معلقة كبيرة من الفازلين وهنحطه معايا في فنجان انا بستخدم فنجان يعني عشان سهولة الاستخدام لكن لو انت مش متوفر عندك فنجان ما فيش اي مشكلة بتستخدمي طبق صغير بولة صغيرة اي حاجة انا محتاجة معلقة من الفازلين تمام وهبدأ احط عليها معلقة من زيت الزيتون معلقة من زيت الزيتون ويكون طبعا نوعية زيت الزيتون اللي هنستخدمه حلو سواء زيت الزيتون المخصص للبشرة او المخصص للأكل يعني ده او ده ما فيش اي مشكلة بس يكون زيت زيتون نوعيته كويسة وهنبدأ نحط معلقة ومش ضروري في الطريق يعني مش ضروري ان احنا نقلب لا احنا هنحط زيت الزيتون كده مع معلقة الفازلين بالشكل ده بعد كده حبيبة قلبي الغالية هتبدأي تجبيلي نوع الزيت ده من عند العطار سعره رخيص موجود في جميع البلاد يعني عايز اقول لك لو ما لقيتهوش هقول لك ازاي تستبدليه او ازاي تستغني عنه لكن اسألي عليه هتلاقيه لانه ممتاز في تسمين الوجه ونفخ الخدود الوصفة معايا بدون حلبة مش هتعمل اي قصار جانبية ولا هتسبب لك اي ريحة في جلد بشرتك هنبدأ ناخد معلقة كبيرة من زيت السمسم زيت السمسم من الزيوت الفعالة جدا جدا في ترتيب البشرة في تفتيح البشرة في نفخ الخدود في تسمين الوجه عايز اقول لك هتديكي نتائج حلوة اوي يبقى معلقة من زيت الزيتون على معلقة من زيت السمسم على معلقة من الفازلين وزي ما قلتلك الفازلين زي ما انتم شايفينه متجمد كده انا مش محتاجة ان انا اقلبه ولا حاجة انا هسيبهم معايا بالشكل ده لان انا هبدأ ان انا اجيب طبق بالشكل ده وهبدأ اجيب الفنجان ده علشان كده انا حطيت المكونات معايا جوا فنجان عشان اقدر ان انا احطه جوا طبق يكون زجاجي صغير وحبدأ ان انا انزل بمية تكون مغلية تحت الفنجان مش لازم تقلبي خالص انتي ممكن تسيبيه كده لمدة خمس دقايق هتبص تلاقيها دابت معاكي لوحدها هبدأ ان كل المكونات معايا سحت مع بعضها وسخنت مع بعضها علشان الوصفة تجيب معاكي نتايق حلوة تمام؟ يعني مش ضروري ان انت تقلبيها تسيبيها بس كده في الحمام المائي خمس دقايق هتلاقيها دابت معاكي تماما لو مستعجلة عليها هتبدأ انك تقلبي فيها كده لحد ما تبدأ ان هي تسيح او تدوب معاكي يلا بينا بقى نخش على خطوتنا التانية خطوتنا التانية يا ست الكل هنحتاج فيها طبق بالشكل ده وهبدأ ان انا اضيف فيها معلقتين من الدقيق الابيض او الطحين معلقتين بالزبط جبار طبعا الوصف دي مش بس تنفع لتسمين الوجه ونفخ الخدود تنفع جدا جدا لتسمين ايديكي واخفاء العروق البرزة وتبييد الايدين تنفع ممتازة جدا جدا للأيدين وتنفع جدا برضو للقدمين لو هتستخدميها الرجليكي لتسمين الساقين او تسمين الرجلين لو عندك برضو في الساقين عايزة تديها تسمين وتديها تفتيح حلوة اوي هبدأ اخد معلقتين من الدقيق الابيض او الطحين وبمية عادية خالص من الحنفية لا تكون سخنة ولا تكون سقعة هي مية عادية خالص من الحنفية ويفضل تكون مية متفلترة يعني مية من الفلتر او مية معدنية ده يفضل مفيش مش مشكلة من الحنفية على طول هنبدأ ننزل تدريجيا بمية وهنبدأ ان احنا ناخد حوالي 3 معالق من المية او هتنزلي تدريجيا وتعود تقلبي لحد ما تحسي ان القوام او دي معايا فك بالشكل ده الله يسعد قلبك حبيبية قلبي شايار الفيديو هدخلين على العيد كل سنة وانتم طيبين في بنات كتير قوي محتاجة الوصفة دي ربنا يجعله في ميزان حسناتك وكل بنت هتجرب الوصفة هتدعيلك دعوة خير ما تنسيش الشير حبيبية قلبي ولايك لختك الله يسعد قلبك يا رب هنبدأ نقلب لحد بصوا ماء الدقيق معايا يفق ويبقى قوامه زي ما انت شايفة كده كريمي خالص عايز اقول لك وصفة خطيرة بعد كده بقى يسدت القل طالهم حاجة لتسمين الوجه ونفخ الخدود وشد التجاعد وتبيض البشرة مش هنقدر نستغنى عن الخميرة الجفة او خميرة الخبز عشان خميرة الخبز من الحاجات اللي بتدي بياض التلج بتنفخ الخدود بشكل طبيعي ملهاش اي اثار جانبية من الحاجات اللي بتبيض البشرة جدا يعني الوصفة دي هتديكي تفتيح عميق لبشرة الكمال هبدأ اخد خميرة الجفة خميرة الخبز وهياخد منها معلقة كبيرة معلقة كبيرة خالص من خميرة الخبز او خميرة الخميرة الفورية وهبدأ هنا ادوبها لازم تمشي بقى على الكريم اللي انا بعمله ده خطوة بخطوة يعني ما ينفعش ان انت مثلا تحطي الخميرة الاول قبل ما اضيفي المية والدقيق لازم تبدأ ان انت تعملي تسلسل في الطريقة علشان الوصفة تجيب معاكي نتايج حلوة وسريعة فهنبدأ نقلب الخميرة معايا كويس جدا لحد ما نحس ايه يا بتبقى الاول حبيبات بس مع التقليب المستمر بتبدأ تفك معايا هنبدأ نقلبها كويس قوي بعد ما قلبنا يا حبيبة قلب غالية بالشكل ده وحسينا بقى ان هي اندمجت معايا تماما وديتني ايه القوام اللي معايا ده هبدأ ان انا اجيب نص لامونة وهبدأ اخد معلقة من عصير الليمون لو انت بشرتك بتتحسس من الليمون يبقى هنستغنى عن الليمون ومش هنحطه خالص هل يا مايا ليه بديل؟ لا ملغوش بديل مفيش اي مشكلة انا هنا بحب الليمون علشان بيدي نضارة وبيدي تفتيح حلوة للبشرة كمان من الحاجات الفيتامين سي اللي بتدي نضارة هيلة فلو انت مش متوفر عندك الليمون عادي او جربت الليمون واتحسستي منه دي اضافة مني ما فيهاش اي مشكلة طيب لو انا استغنت عنه هيقصر في الوصفة لا مش هيقصر خالص معايا وهبدأ ان انا اقلب كويس بالشكل ده كده معايا القوام بقى كريمي خالص كده الوصفة بتاعت التانية خلصت تعالوا بقى نشوف مع بعض الفازلين مع الزيوت معايا نظامه ايه وهنشوف مع بعض زي ما انتم شايفين اخواتي وحبايب الغاليين اهو الفازلين مع الزيوت ده تماما بشكل طبيعي ولا بقى هتقلبه ولا اي حاجة وكمان دفيه بقى سخن وده اللي انا محتاجه هبدأ ان انا اجيب طبق بالشكل ده واضيف الفازلين مع الزيوت بعد ما سخنه معايا بالشكل ده هبدأ بس افقوهم مع بعض شوية كده وهم لسه كده سخنين خلي بالك طريقة الوصفة مهمة قوي علشان تجيب معاك نتايج من الآخر وهم لسه سخنين وده فيين هتبدأي تستخدميهم هنبدأ نركينهم كده على جنب وتعالي بقى نشوف الوصفتين هتستخدميهم ازاي ورا بعض خطوة خطوة عشان اللي اتنين مرتبطين ببعض يعني ما ينفعش تغذي واحدة وتسيبي واحدة لأ الاتنين مرتبطين ببعض الاتنين هم اللي هيدوكي النفخة اللي انت عايزيها مع التفتيح بشكل سريع وفوري في خلال ثلاث ايام فقط هبدأ الاول اجي على وصفة الكريم كريم الخميرة الرهيب هبدأ ان انا اجي على الواجه وطبعا اركز على منطقة الخدود وهبدأ ان انا بحرقات دائرية كده اهم حاجة الخطوات دي تبقى على بشرة نظيفة يعني ما ينفعش تكوني حتى كريم حتى فاونديشن بشرتك فيها اتربة مش نظيفة لازم تكون البشرة نظيفة وبتبدأ ان انت بحرقات دائرية بالشكل ده كده على الخدود وتدهن على الواجه كله على فكرة يعني هتديك تسمينة لغدودك وفي نفس الوقت هتديك تفتيح لوجهك كله وكمان هتشد عمدك التجعيد فهتبدأ ان انت بحرقات دائرية كده بس انا بتكلم على الخدود بالذات بنبدأ ناخد من الكريم وبنبدأ ندلك خدودنا بحرقات دائرية داير ما يدور داير ما يدور بالشكل ده كده سنقوم بعمل داير ميدور و ندهن على الوجه كله و نجد على منطقة الخدود و نبدأ نقوم بعمل تدليج داير ميدور لمدة 30 ثانية على الخد و داير ميدور 30 ثانية على الخد أنا أقول لك على الطريقة الصح اللي هتجيب معاك من الأخ بعد على الخدود بس 30 ثانية داير ميدور نمع على الوجه هتدلكي بشرتك أو هتدهني الكريم بس تمام؟ بعد ما هتسيبيها و تعملي خطوة الخدود بالشكل دا وبعد ما هنخلصهم داير ميدور هنا و داير ميدور هنا بنبدأ بقى نسيب الوصف على الوجه لمدة 30 دقيقة 30 دقيقة كاملة بتبدأ تنشف على بشرتنا خالص بنبدأ ان احنا نشيلها عن طريق الفرق بحرقات دايرية وبنيجي بقى على منطقة الخدود بنشيلها عن طريق الفرق بحرقات دايرية عشان تدي التدويرة والنفخة للخدود تمام؟ بعد كده بنخسل وشنا وبنيجي بقى على خطوة الفضلين سريعا وهو لسه دافي بالشكل دا هنيجي بعد ما نخسل وشنا على طول طبعا من أول مرة بقى أو ما تخسلي وشك هتشوفي بقى النظارة وهتلاقي بقى إيه ان بشرتك اتغيرت قوي قوي من أول مرة هنبدأ ناخد الفضلين بالزيت الزيتون وزيت السمسم وهنيجي بقى ندلك برضو كل بشرتنا بصوا شايفيني الحلاوة جميل قوي قوي والزيت لما هتستخدميه هو لسه دافي لانك هتحطيه على حمام مائي فهيبدأ ان هو يدفى معاكي هتبدأ ان انت تدهنيه بالشكل دا على كامل وجهك على كل وجهك ويتحط على الإيدين يعني ياريت انك انت تستخدمي الكريم دا مع خطوة الفضلين وراء بعض في إيديك ووجهك عشان برضو تحسي كده ان إيه ان إيديك لو عندك عروق برزة عندك تجاعت في إيديك عايزة تدي تسمينة لإيديك بتعميل الخطوة دي بنبدأ ان احنا ندهنه بالشكل دا على الإيدين وعلى الوجه وبعد كده منيجي ناخد برضو من الفضلين بزيت السمسم وزيت الزيتون ونبدأ نعمل برضو نفس الحرقة اللي انا كنت أيلالك عليها اللي هي بحرقات دائرية كده داير ما يدور داير ما يدور لمدة 30 ثانية على الخدود وداير ما يدور لمدة 30 ثانية على الخد التاني كده انت بتسريعي التسميم بتسريعي نفخ خدودك بتسريعي التفتيح خطوة التدليج بنبدأ بقى نسيب خلطة الفضلين مع زيت الزيتون وزيت السمسم قد إيه الخطوة دي لازم تعمليها ليلا يعني مش هينفع تعملي الخطوات دي بالنهور عشان النتائج تبقى سريعة وعشان الفضلين بيتفاعل مع الشمس والضوء فبنبدأ ان احنا لما نيجي نعمل حركة الفضلين دي بنعملها في إضاءة لمبة هادية قوي إضاءة لمبة تكون هادية قوي أو يفضل تكون أباجورة كده شغالة حاجة يعني ضاءة لمبة هادية وبنبدأ ان احنا نسيبها على البشرة لمدة 30 دقيقة لو تقداري لو تقداري تدهنيها وتسيبيها طول الليل وتنامي بيها عادي جدا يبقى حلوة قوي طبعا لانها كلما هتقعد على بشرتك فترة أطول كلما يكون أحلى لكن لو انت مش هتقداري تدهنيها وتسيبيها طول الليل يبقى هتبدأ ان انت تدهنيها وتسيبيها 30 دقيقة في مكان اللمبة بتاعته خفيفة وبعد كده بتبدأ ان انت تدخلي على الحمام بعد 30 دقيقة تخسلي وشك بالغسول وما تسيبيش بقى أثار الفزلين على يكونوا على بشرتك بعد الاستخدام أو لو هتنامي بيها بتسحي تاني يوم تخسلي بشرتك بالغسول جربي بقى الخطوتين دولة وما تنسيش أختك بدعوة خير وشياري لصحابك عشان يستفادوا وما تنسيش اللايك قبل ما تخرجي حبيبة قلبي أشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر